مع بداية بروز معالم لخارطة سياسية جديدة تقزمت من خلالها مكانة أحزاب السلطة وتراجعت فيها مرتبة المعارضة التي لم يكن لها دور مقنع في المرحلة السابقة الأمر الذي يدفع للتساؤل عن الدور الذي ستحظى به مستقبلا شفنا في فترة الحراك كيف تم رفض هذه الأحزاب رفضا قاطعا حتى تستمر أو يمكن التداول على السلطة وتفعيل مبدأ المشاركة في الحكم يجب إعادة أو ظهور قوى سياسية جديدة تستلم هذه المهمة وفي خضم كل هذه المتغيرات يطرح مراقبون آليات على الفوعل السياسية لإنخراط فيها من أجل حشر نفسها في المشهد السياسي الجديد الذي يقوده رئيس بعيد عن كل الانتماءات الحزبية الآن ربما التوجه حاليا إلى مؤتمرات استثنائية لهذه الأحزاب هذه المؤتمرات الاستثنائية عليها الآن أن تتساير مع مستجدات الوضع الحالي لاحظنا الآن مثلا في حزب الارندي في اجتماع مجلسه الوطني مؤخرا أن نحاول إعطاء نفسه وإعطاء خطاب جديد هذا يعطينا مؤشر جيد ومؤشر قوي حول أن الحزب أصبح يدرك أنه لا محالة للدخول في مرحلة جديدة مرحلة سياسية جديدة وفق خطاب سياسي ربما متكيف مع المرحلة ويبقى المرور إلى تعديلات سياسية جوهرية تكرس التوازن بين السلطات وتفاعل دور المعارضة كأقطاب سياسية جديدة قد تفرز حسب متابعين نمطا سياسيا جديدا يفعل من خلاله العمل السياسي مستقبلا ترجمة نانسي قنقر